بسم الله الرحمن الرحيم السادة الأفاضي الأولية لأمور أبنائي وبناتي طلبات وطالبات مدارس الإسلامية الخاصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال هنبدأ النهاردة نشرح خطوات الدخول على صفحة الطالب عشان ندخل على صفحة الطالب لازم يكون معنا اسم المستخدم والكلمة المرور دلوقتي هورد لحضراتكم الخطوات أن أنا أحصل على اسم المستخدم وكلمة المرور هدخل على الموقع بتاع المدرسة www.islamiaschools.com ثم هدخل على بوابة الطالب هلاقي عندي تسجيل الخروج وتسجيل الدخول ومعلومات الدخول اللي أنا محتاجه دلوقتي معلومات الدخول هلاقيه بيطلب مني المرحلة ودي الصف بتاعي وليكن هقول أنا في الصف الخامس وبعدين أقوم بإدخال الرقم القومي لازم اتأكد أن أنا بقوم بإدخال الرقم القومي باللغة الإنجليزية برضو هلاحظ أن أنا وأنا بدخل الرقم القومي هلاقي بعد تمن أرقام مفيش أرقام بتظهر ده عشان الموبايل معمول رأسي لو أنا حابب أشوف الرقم كامل أقدر غير الإعدادات وخليه عرضي هيظهر قدامي الرقم القومي كامل ولو في رقم غلط أو رقم ناقص هقدر ألاحظه وأعدله يعني بعد كده هضغط على إظهر النتائج هلاقي مفيش بيانات ظهرت معنى كده أن أنا قمت بإدخال الرقم القومي غلط هعيد إدخال الرقم القومي تاني بس لو قعدت إدخال الرقم القومي تاني بالطريقة دي هيكون غلط برضو مش هيطلع لي بيانات لازم أحدد المرحلة تاني خلينا بالنا عشان الخطوة دي في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها وبالتالي بيظهر لهم دايما مفيش بيانات بعد كده هنخش نقوم بإدخال الرقم القومي اللي هو مكون من 14 رقم موجود في شهادة الميلاد للكمبيوتر سهل يعني الوصول لي لو مش موجود معاك بتقدر تتواصل مع المدرسة وبندي لك برضو الرقم القومي إن شاء الله نضغط على ظهر النتائج هلاقي اسم الطالب ظهر ليه يا سينة الصف بتاعه بيظهر رقم القومي طبعا موجود اسم المستخدم كلمة المرور باخد الاسم المستخدم وكلمة المرور واحفظهم معايا لأن أنا هحتاجهم في تسجيل الدخول لو أنا قمت بالخطوات اللي فاتت دي كلها وبرضو داني ما فيش بيانات أقدر أتواصل مع صفحة المدرسة على فيسبوك على رسائل أبعت الصف وأبعت اسم الطالب إن شاء الله نتواصل معاكم ونقول لكم البيانات بتاعتنا بتهلكو على طول ونشوف المشكلة فين يعني ندخل بقى على تسجيل الدخول أنا أصبح معايا دلوقتي كلمة المرور واسم المستخدم هبدأ أحطهم هنا في اسم المستخدم في كلمة المرور وادغط على الدخول هيحولني على طول على صفحة الطالب صفحة الطالب فيها مجموعة من الخدمات التفاعلية اللي هتفيد الطالب خلال دراسته أثناء العام الدراسي أو خلال فترة التوقف اللي احنا فيها دلوقتي هسيب حضراتكم تكتشفوا الخدمات دي لأن هينزل بها فيديو مخصص لها وإن شاء الله نتقابل على خير وأشكر متابعة حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته